نعم السهل زينك ناخده دكتور محمد سلطان محافظة البحيرة دكتور محمد ازاي حضرتك اهلا وسهلا 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 سهلا اهلا مع حضرتك معي الاستاذ هاني صالح مدير تحريك الجمهورية في السوديو بسلم على حضرتك اهلا بك تحياتي افان تحياتي احنا عارفين ان حضرتك رجل نشط وميداني وابتعودش في المكتب قلنا هل حضرتك بقى محافظة البحيرة استعدت السنادي لمسم الشتاء والسيول او لشان نتفادى الكوارث والازمات اللي بتحصل عندنا؟ نعم طبعا احنا الحمد لله فيه غرفة ادارة طوارق وازمات على مدارة طوارق الشفاعة وانتحاولت المحاول الاستاذية احنا يمكن السنة لفانت تعارض محافظة البحيرة بجمية كبيرة جدا من انطار قدد الى غرق العديد من الاراضي الزراعية وكان فيه خلم فيه عملية الصرف الزراعي ومخطات الصرف الزراعي الحمد لله سنة تم مراجعة كافة محطات الصرف وتم تكريك وتعميق المصارف البقية وتعليق البصور الخاصة بها ايضا تأكدنا انه مصادر الكهرباء للمحطات دي بقت مصادر الكهرباء مستوى بحيث مصادر الكهرباء من اي مصدر يكون هناك مصدر بديل وتم اضافة محطات طوارق بحيث حصل اعطال في اي محطات من المحطات الاساسية تشغيل محطات الطوارق فورا كل هناك طبعا عشان ما فيه منظومة للصرف الزراعي منظومة واضحة وما يقادي زلك الى غرق الزراعية بالاضافة بذلك طبعا ديه مهام اخر ما تحصل فيه وهو صفيات المطر والتأكيد على تكريك هذه الصفيات وجاهزيتها مستقبل اي كميات من المياه ايضا فيه محطات رفع الصرف الصحي كانت قدراتها بحيث انها تستوى باي كميات اضافية من المياه فيه جهات اخرى بتعمل معانا اتفاع المدني على استعداد على مرضانها 16 ساعة الاسعاد الطوارق المستشفيات الجهات الاخرى المعنية بحيث احتاجنا اي معدات نظم مستعين بيها لازالة اي ترقمات للمياه ايضا احنا السنة دي زودت معدات كرح المياه ومعدات الدافورية ومعدات البدالة اضافة 66 معدة جديدة الى اسطول السيارات في محافظة البحيرة كان بتوضيحها طبعا مكافة الملاكب حيث انها تستوى اي كميات مياه ويتم رفعها بصورة عاجلة طيب عندنا مشروع تطوير راية الحقلي يتم في المحافظة دلوقات ستر محافظة يعني هل المشروع ده ماشي بمعدل كويس ونسبة المشروعات اللي اتنفذت فيه قدية الحمد لله احنا في المشروع الرأي الحقلي المشروع بتكلف في 115 ريون دولار ده دعم من جهات خارجية بالتعاون مع الحكومة المصرية حالاته 70% من المشروع المشروع يعتمد على ترشيد مياه الرأي الرأي من خلال شبكة رأي مطور وده بيؤدي الى تقفيف المياه المستخدمة في الرأي بنسبة تديد على 50% وايضا زيارة انتاجية المخاصيل الاراضي اللي بتزرع بها دي الطريقة اكثر حوالي 20% فهو يعني بتفيد بترشيد المياه وفي نفس الوقت زيارة انتاجية المخاصيل لما تم الانتهاء منه في محافظة البحيرة سيادت المحافظ حضرتك عارف ان محافظة البحيرة محافظة كبيرة جدا وفيها يعني نواحي كبيرة جدا للإستثمار ومناطق كبيرة جدا للإستثمار منها مناطق ود النطرون والنبرية كذا بمطيع يعني وكان لجنة الاسترداد اراضي الدولة كانت منحت المحافظة للتعامل على مساحات كبيرة من الاف الافدنة في ود النطرون هل سيادتك لديك خطة ورؤية بقى للتعامل ووضع اشتراطات لتمليك هذه الأراضي اللي وضع اليد فيها؟ او سيادتك مخطط تعمل ايه في هذه المساحات؟ طبعا زي ما حالك قدت محافظة البحيرة من المحافظات الكبيرة والواعدة أيضا بالنحال الإستثمارية وزي ما حالك ذكرت لهذه المطرية ود النطرون والنبرية وعمر المطرية ومطرية بأدر وعندنا في الخطاع الشمال كافر الدوار ورشيد وريدكو كل هذه المناطق وعادة فيها فرص مريع كبيرة جدا فيما يقص استرضاد الولايات الدولة طبعا يمكن كان هناك جهات متعددة للولاية داخل محافظة البحيرة ورقبة دي اللجنة العلية لتعامل الدولة إنها وحالت جهة الولاية وأطبعت جهة الولاية تابعة لمحافظة البحيرة بحيث يتم استرجاع أراضي الدولة وتقميل وضعها من خلال جهة واحدة وأجيل جايه وتبع محافظة البحيرة وتحت إشراق اللجنة العلية لتعامل الدولة وده الحق اللي بيتم بيتم تسغيل الأراضي من خلال الهيئة العامة للخلامات الفقومية وبيتم التقميم مع وضع اليد أو مع مالكة أزيل الأراضي وعمل عقد نهائي لهم بحيث يتم تسديد حقوق الدولة إلى حق إلى حساب حق الشعب من خلال اللجنة العلية للسرودات أراضي الدولة هيتم ده هيتم ده معي الوزير وفق حصر هيتعمل لوضيع اليد أو هيتم إزاي؟ الهيئة التنفيذ ده على الأرض الوقت هتكون ازاي؟ احنا بدأنا الحصر فعليا وهي كنت هنا من عشرين ألف أدان تقريبا بتقوم الآن الهيئة التنفيذ أخويا بتنسيير هذه الأراضي وطبعا لابد أن نكون هذه الأراضي فعلا هناك عمل وهناك زراعة تمت فيها وليست مجرد وضع يد كده بدون إجراء لابد أن نكون هناك استصلاح شعلي وحقيقي داخل هذه الأراضي حتى يتم تقنينها هنا تم فعلا حصر عشر ألف أدان من هذه الأراضي وتم تسيير جزء كبير منها حتى الآن وجاري تسيير داخل أراضي وسيتم الآآآ استعاقد وتقنين وضع اليات تبص exemptورة قرونية من خلال المحافظة وحتى إشراط اللجنة العليا باسترداد أراضي الدولة يعني الطلبات اللي سيادتك هتم المحافظةementecessorها على هذه الأراضي هتقدم لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظة ستتتعامل مع المواطنين المحافظة ستتتعامل مع المواطنين مباشرة وهي علية تم وضعها من خلال اللجنة استردان ارائي الدولة احنا اللي بننفذها كمحافظة. والان زي هون عاد تم الحاصر وتجهيز الملفات لكل الفتح الاراضي المحصولة دا في المحافظة. وتم تسعيل الجزء الجيل جدا منها. وجاي الان اه اتخاذ الاجراءات لتقمين وضعها. الاستاذ هاني الصالح مدير تحريك جمهورية عزيزة لحضريةك سؤال. اه سيادة المحافظة. معي حضرتك. ايوة. سيادة المحافظة معني. اتفضل استاذ هاني. اه حضرتك اه بالنسبة لمياه الامطار اللي كل سنة بنوعد نتكلم عنها وبتغرق المدن المصرية. اه هل عندنا مواصفة للطرق اه نقدر نطبقها بحيث اه اه تستقبل مياه الامطار وتصرفها في بعلوعات. والمصرية ما تغرقش في هزي الامطار ولا معندناش. طيب حاولت تتصل عليه التاني كده. يعني هو اتكلم سيد المحافظ في موضوع السيول والامطار دي. وقال لك ان المحافظة عاملة استعدادات كبيرة جدا السنة دي. وده شيء كويس جدا يعني. وهي محافظة البحيرة فيها مناطق استثمارية كبيرة. ففيها منافذ للموارد داخل المحافظة. فبيقدروا ينموا بها اه الجوانب اللي موجودة داخل المحافظة.